المزيد في الفيزياء معادلات الاستمرارية معادلة نافية استوكس هي معادلة استمرارية خاصة يمكن اشتقاق معادلة الاستمرارية من مبادئ حفظ كل من الكتلة الزخم وهو كمية التحرك والطاقة معادلة الاستمرارية أو قانون الحفظ هي علاقة تكامل تنص على أن معدل تغيير بعض الخصائص المتكاملة المعرفة على حجم التحكم يجب أن يكون مساويا بالمقدار يجب أن يكون مساويا قلنا للمقدار والمفقود أو المكتسب من خلال الحدود في الحجم إذن خلال قلنا الحدود من الحجم بالإضافة إلى ما تم إنشاءه أو استهلاكه من المصادر أو المصادر داخل الحجم ويتم التعبير عن ذلك من خلال معادلة الاستمرارية المتكاملة التالية كما نرى إذن دي أوم يساوي قوسين المجموعة تاو وفاي يو وضرب هذه الإشارة ضرب دي تاو ناقص طبعا المجموعة أوم س دي أوم حيث من خلال المعادلة نرى أنه يو هي سرعة تدفق المائع وأن هي المتجه العمودي للخارج وإس هنا كما نرى هي تمثل المصادر والمصارف في التدفق مع اعتبار المصارف موجبة أيضا يمكن تطبيق نظرية التباعد على التكامل السطحي وتغييري إلى تكامل حجمي كما نرى هنا موضح أوم تساوي نفتح المجموعة أوم دلتا وأيضا بين قسين فاي يو بين قسين دي وفاي أيضا اس دي فاي أوم بتطبيق نظرية نقل رينولد 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 ترانسپورت على التكامل على اليسار ثم دمج طبعا دمج كل التكاملات كما نرى أيضا مع دمج كل التكاملات يجب أن يكون التكامل صفرا في النهاية لأن لأي حجم تحكم لا يمكن أن يكون هذا صحيحا إلا إذا كان ما يجري عليه بالتكامل بين قسين يساوي صفر أي أن سكس فاي على سكس تي زائد دلتا فاي يو بين قسين زائد اس يساوي صفرا في هذه العلاقة المهمة معادلة الاستمرارية العامة جدا يمكن كتابة ثلاثة مفاهيم مهمة بإجاز والحفاظ على الكتلة الحفاظ على الزخم الحفاظ على الطاقة يعني الطاقة بقاء الكتلة وبقاء كمية التحرك وبقاء الطاقة هذا ما يعني الحفاظ تظل هذه العلاقة القائمة إذا كانت فاي متجها في هذه الحالة ستكون ضرب المتجها متجها في الجزء الثاني ثنائيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر